السلام عليكم ورحبا بكم في قناة حلويات موني اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو هذا سوف نضع فيه مجموعة من الصور اللي اقتسمتها معكم المختلفة في الوصفات سواء الحلوة ولا المالحة وكان يشو وصفات اخرين اللي باقي مادرتهم ش تشوفهم معايا ان شاء الله يعني هنا كنت كنت تدرب في المونتاج في بدايتي في فتح القناة كيفاش تصوير هاد الفيديو ما يكون في بعض الكواليس يعني اخطاء التي يكون في الصور يعني كمبتدئ ما كتكونش تعرف المونتاج ما كتكونش تعرف الموحيط ديال الكاميرا الى حد الان وخا هاد المدة الوجيزة اللي بديت معاكم بقى كان بقى عني اخطاء يعني ما تنقوش متمكينة ولا محترفة انا عاد بعدي الحمد لله ولكن الحمد لله حتى تحسون انا كنعطيت قييم نفسي يعني من ذاك الشي اللي كنشوف الحمد لله كنحس انه كنت تحسون انتم ما شوفوا من هاد الفيديوهات اللي كتشوفو دابا او لطريق اللاقطات اللي جاي من بعد غتشوفو كنين زربة سرعة في تصوير بزاف الحويج هنا راه الورق ديال المطبخ راه ما تتقلقوش منه راه خاص غير بالكرواسة يعني كتقيت تتخدمي عدة من راس ماشي مشكلة ايخصو يكون خاص فقط بحاجة واحدة حتى بدرتي في كرواسة تبقيت تسابيني الكرواسة تاي سالي يعني هذه الملاحظة كنت بغيت نقولها لكم شحب خطرة يعني مني يكون عندكم ورق زبدة اللي كانت طيبه فوق منه ماشي كل مردير واحد جديد يعني كتخصو واحد مثلا ندرتو في كرواسة او مختلف مخبوزات سافي هو لك تقول خدمو في حتى سافي هو كيبدي يتقطع او سافي يعني ما بقاش قادر لا تقديش تقرسي فوق منه ولا شي حاجة هذه الساعة بدلي نقدر نكون متافقة معاكم إلا مثلا ندرتو حاجة مالحة ودرتي فيها حلوة هذه الساعة ستبدلي باش ما تكونش الأضواق تتمشي من وصفة الوصفة هذا هو يعني أنا يعني مش من كونوش كنت بدرو بزدت الحواج وتهت الشيره في المخابز وهذا الشيء يديروا لو كانوا يطيبوا فيه الخبز كيبقوا يستعملوا فيه الخبز يقتصادا او هاتش ما تدرش بالعكس ما فخاراتي يعجبني ما كينش تبدير كتتتعملي مزيان ولكن لو كانوا بغاو يبدله مثلا داروا اليوم حاجة حلوة وغدا قدروا مالحلة كيدروا الورق الزبدة خاص بيها او هكذا يعني هاد الملاحظة كتباغا نقولها لكم في مختلف فيديوهات اللي كان دير خفت لشي حد يلاحظ على هاد الملاحظة ولكن رأى في محلها يعني ما يمكنش أنا نحط شي فيديو وكينو حد خطأ لأنه قبل من هاد شيء يكون حد المونتاج كتلاحظي فيه بسافة الحواج وهاد الفيديو هادا ان شاء الله رأى في بحل الكواليس قلت سماتلا نضحكوا بها شوية واش تشوفوا زعمارة تحد ما كيبداء من زعمارة 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 واعر ولا متمكن كل شي كيبداء من السفرة غلتشوفوا بعض الأخطاء يعني هنا في الصوير كان بقى نعاود وكان نحركي الدية يعني كينو حد صعوبة في الصوير احنا كنت تكلموك تشوفوا اللقاطات اللي كانت من الكواليس ما قدرتش نحطها في القناة قلت المرة أخرى ونعودها بتصوير جيد هذه في البداية ديال المونتاج ما كانش راضي راضي عليها انا ايديها كانت تتحرك وذلك الشي فقلت باش تعرفوا استغل الفرصة تعرفوا أن تحاجة ما كتجيب السهل الفيديو منك يتحطرها كتتعبي فيه ربما أنك ما كتقدش تحطي أنك تعبتي فيه وجتي وكتخرج لك نتيجة مزيانة مو غيرها وما كتقدش تحطي هذه الشخصيتي أنا هكا أنا كندير يعني الحاجة ما كنتش راضي عليها ما كنقدرش نقتسمها مع الناس كيقولوا لي يلا وارجتك زوينه ولكي أنا نفسي ما كتخلينيش ربما هذا طبيعي وربما تكون حاجة فيها خيبة وحاجة أخرى الناس غايشوفوها حاجة زوينة ولكن سبحان الله هكا كتنا نختلفه احنا فكن مختلف الوصفات أنا حيتهم ولكن قلت نخلي كفترا ننسو شوية ونضحكو يعني باقتراب فرصة دي العيد إن شاء الله أو لا ما عرفش وقتش غنزل هذا الفيديو هذا قبل العيد ولا مع العيد يعني كفرصة نفوجو شوية وتعرفوه لأنه تحاجة ما كتجيب السهل يعني فيديو وجدته وطيبته وقديته وخدم نوجه ذوك وخدم نهارك فالاخر ما وضعتيش في القناة يعني بزاف تلحويج ماشي مشكل أيام الله كثيرة اللي يعطينا الصحة والسلامة وطلط العمر للجامعي إن شاء الله كنقول لكم عواش ولكم بروكة من هنا فيديو مطول يعني مرحبا بكم اللي قدرت تشاهدوا وتشاهدوا مرحبا اللي ما قدرتش ماشي مشكل يعني بل نقتصم معكم الكواليس باش الواحد ما يعضرش يعني فاش نقولوا لايك ولا اشترك را تنطلبوا المساعدة والتحفيز كما كنت شوفوا كينين اللقطات اللي هما قسمتهم معاكم في القناة اللي كان مونتاج مزيان وكانت صوير جيد درتهم معاكم اللي حتي بل صورة ماشي اللي ماشي تحطت في بعض الفيديوهات ديال القناة را نفس الفكرة ان شاء الله را مره مره غان ديرها معاكم كيف ما قلت ليكم شناك او مختلف انواع ديال تشكيلي ديال الكروسة را نفس العاجل اللي درت معاكم فيديو في ديال الكروسة هكت تبقى غير الاختلاف ان فيك تشكلي كيف حققتي إن شاء الله مازال غن ديروا فيديوهات بشكل متقن وبشكل دقيق غدا بمع رمضان ما كانش الوقت وكنو حر الظروف العائلة ديالو يعني ما كيسمحش الوقت وهادك الشي في هاد الشهر الفاضيل يعني حاوت نستغلو ما أمكن بالوصفات اللي أتستفدو معايا اللي عجباتكم ودرسوا طبيقات يعني فرحتوني حاجة كبيرة شجعتوني بها فأنا ان شاء الله ما كانوا وعدكم هنا ما غانبخالعليكم شي شي حاجة يعني تشوفوا شي تصور جداد هنا في الفيديو ما زال غانديرو ان شاء الله لعتنغل عمرو الصحة هاتشي اللي تنقولو ورغي الوقت ما كيسمحش وكوني أني مبتدئة يعني ربقى كالقى صعوبات وخادشي تشوفوا بقى كالقى صعوبات يعني جات معايا أنني ما نكونش غادف الوثيرة بحلق قنوات الأخرى من حقي كما كتعرفوا لأنه بقى عندي صعوبات في المونتاج وبالزفت الحويج كما كتشوفوا خليت بعض الفيديوهات بالأخطاء ديالهم يعني في المونتاج ما حيتليهمش النهاية ديالهم لشي حاجة لشي حاجة أني حاجة صراحة ديكل جملة كنت كنسماعة في القنوات وضعوا لايك ديروا الاشتراك ديروا تفعيل جرس كنت كتجيني عادية يعني بالحق انا كنحتارة مع اي حد واي قناة مع عمرني قللت مشي حد لانه كل واحده الموهبة دياله كل واحده الكافاءة دياله عمرني مديت فتك الكلمة باتتقل ديالها حتى ادخلت لهاد يلا بديت في هاد الدومين ديال القناة المونتاج داك شوي تكن حس بلانه بصح النيس اللايك والاشتراك والضغط على الجرس عنده يعني كينزر لك حل تلج لاشتغي لايك واحده حاجه دك التعب كامل دوستي في النهار كي يهون هذا هو علاش تنقولوا اللايك والاشتراك والجرس بش وصلكم كل جديد هذا نوع اخر من كروسة اخر مرحلة كنت قبل ما نبدأ معاكم كنت صدرته وطلبوني عليه هالبناس بزاف اش ندير معاهم كتليهم ما نقدرش ندير معاكم لما لان القناة نبدأها غنبدا تدريجيا في المستوى لان مخصصة يعني مع المبتدئات ممكنش نجيو نمشي لهذا النبو هذا لان هذا كتسمى كروسة على موضة يعني كروسة ديال الموضة هذي ما يمكنش انا نقص كروسة اصيلة تقليدي اللي اخدناها من المخابز الفرنسية يعني الاصل ديال هون نمشي لهنا يعني القناة ان شاء الله غتبدأ درجة درجة بقاء وغاد نطلع وحدة وحدة كأني يعني انا يلا ببتدي اف هاد المونتاج و هاد شي كما قلت لكم من قبل يلا نسير الوقت شوية شوية من النبو ديال يطلعون القراحتي مع الظروف العائلية ديالين على الاسرة و هادك شي ما كيسمحش لي بها الوقت والعامل تهوية يعني يلا غنجيب الوقت و هوادك و نوصلوا لهذا المستوى هذا وحدة وحدة ان شاء الله كل شي انقبضموا ليكم فما شاء الله رمضان فيه بزاف ديال الشهيوات و الوصفات كنت صدرت معكم الملاوي كيجيب زوينين نمسي من ناس رغاية في المربعين تهو مايا طوام معجبوكم يعني كنت لقى للتعليقات المحفزة في الفيسبوك او على استراجرام فشي بغيت نقول لكم كل شي يتشجع يعني اي حاجة بغيت تخليليها قولي بسم الله توكلتو على الله و يكون الناس لي كيشجعوك و تبدأي يعني واحد ما يخافش كين صعوبات صراحة كين صعوبات خاصة يكون عندك غير عازيمة فهذا رمضان كنت قدمت معاكم الكيش بالقامرون و الفيطر جزوين اللي بنا تعجبوهم بزاف و جربوه و تقاسموا معايا تطبيقاتهم في الفيسبوك و الانستجرام يعني جوهم ناجي حوالشي كيفرحني حيث اللي بنات حاد قد اتبرت الله كيف مبتدئة كيف متمكنة يعني كيكون عقلهم صغير يعني راسهم صغير كما تنقولوا راسهم صغير ياخذوا النصائح بحذافرها و يطبقوها كيف متى انا كتكن ناخد نصائح يوصلوا النتيجة بحال كما يشوفوها في الفيديوهات اللي شاركت معاكم في القناة همزنهم اللي بس من جاوهاء والمزنين من جوهائي لبادي الورقة اللي بحل على جوهاء عندما تفرد مصطية الخوطير خوطير و يجب ان يتكت مصطير مصطيع بشكل مصطير اشتركوا في القناة 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 نتيجة كانت بلاطو هائل تحلية الإسبانية الروس كوليتشي الروس بالحليب طريقة زوينة خفيفة تحلية كذلك ديال الريب كجزوين عقد تحلية الدقاء تحلية الدولة في ملاكافة المغربية يوجد عجينة خاصة بهم هذا النوع من العجين يوجد عجينة وزوينة يوجد عجينة بشكل مختلفة بشكل مختلفة من تجسد عجينة تركيز اشترك اشترك قمنا بتجسد عجينة مواصفة اما لا تقوم بمكترا خبز الضار بالنخالة صحي والشباك هي الخطيرة لانها اقتصادية والاكثر من هذا ناجحة تجربتها مرة لولا تصدق المعلك والذي يساعد الناجح الشباكية والعسل للمعلك واخذ اللون كما تشوفوا رائع جدا وناجح تقنية بسيطة عبارة ترجمة نانسي قنقر بالحربي حيث كمقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذه الفتادات ؟ لأنها جمعة المكونات بزساف والشباكية والتمرطة ومهم الشباكية تتخذ حبا ولا جوج باركة يعني راحلو ما مزيانش للصحة ناكن ما قلت لكم راكنا درنا في الزنجلان يعني اللوز لك نحيي درنا نديرو شباكية ونديرو في شي حاجة اخرى شي حلوى ولا شي حاجة اخرى هذا هو سلط ودرنا صحي بالقمح الكامل جزوين صراحان هذا بدو سبي رمضان وباقي عندي يعني كميا قداتني وشاط الخير الحمد لله والبورغر العجيب بالتقنية الشهيرة اللي اقتنسمتها معاكم من العمل للبيتي كما تقول القناتي الخطيرة اللي كي يخدموا بها المخابس كنت قدمتها لكم يعني حصريا كانت على قناتي عمارة وشاط الخير الحمد للغاية وشاط الخير الحمد للغاية يعني احنا كنعرفوا شنو كي افتخارا وكل واحدة يعرف شنو تيدر يعني حيث انا اخذتها من كنخدمو بافل لخدمة ووجتها يعني عمارة مش تشي قناة دارتها هذا شي اشي نقول لكم حصريا على القناة قطعة دي التفاح تهياجة خفيفة ومع الكازوينة ما شاء الله رمضان يعني غاني بالشيوات يعني ما شاء الله بطبوط صغير معمر افتخارا والفطيرة الاسبانية الملكة تعرف بكوكا قاسمتها معاكم عجبات الناس وجربوها وصفت تصورهم في الفيس جاسهم هائلة وجبة متكاملة غيهية في سعرها حرارية كثيرة لان انا خدمت معاكم مقادر يديروا في المحلات اللي سيبيعوا على برا وهذا معروف عن الواجبات السريعة كنت تكسبت لكم في صندق الوس دائما نشوفون صندق الوس يكون ملاحظات قلت لكم ممكن تنقصوك نسبة الزيت وكنت تجيرا هناك البغرير بشكل تقليدي لأن الوليدات تفرحون كيعجبوهم الشوكلاة هل نحاولت نديرها بتقنية جديدة ومبتكرة تحديث بغرير سوف نرافق أطباق المشويات في رمضان أو خارج رمضان في شرب الشاك يجيز وين وخفيف مقطن سوف نقوم بشكل آخر تجيز وين نوع من التغيير سوف نقوم بشكل آخر السلام عليكم ومرحبا بكم سوف نتشارك معكم طريقتي في تشبك شبكية هي طريقة سهلة ومبسطة ومعتمدة سوف نقوم بتعجبكم عندما بسطنا العجين تشبكية على السمك سوف نقوم برقيقة نوعا ما سوف نأخذ مربع لقياس 8-8 سنتيمتر سوف نتشارك شريط الأول وضعها على الشريط الثالث طريقة مقلوبة سوف نقوم بتجد حول شريط الخامس نعود معكم واحد اخوة نضعها تنشف اذا كما تشوفوا معايا نأخذ الشريط الاول نقلبوها للشريط ثالث وهذا جوش اشريطة نضعهم فوق الشريط الخامس الاخير بلا ما نقلبوه نفتحو العين ديال الشباكية تمنيكون الشرح واضح مع الصورة و نقفلو نقفلو القنيتات و نقفلو القنيتات الشباكية المعروفين نقفلو و نضغطوه و نقفلو الجانب في السنتر في المركز في الوسط الشباكية لتأخذ شكل الوريدة لا نقفلوه محلولة نتمنى ان الشرح يكون مبسط نقفلو بشوية و نقفلو و نقفلو نقفلو على 4 مرس نقفلو الشريط الأول و نقفلو الشريط الثالث بشكل مقلوب و نقفلو الشريطة نقفلو الشريط الخامس و نقفلو نقفلو و نقفلو و نقفلو و نقفلو و نقفلو و هذه القنيتات الأخرين نقفلو ممكن تقفلو باستعانة بجرارة و لا يريدكم مباشرة و كيف يريدونها و مهم هو الأساس الخدمة و لا تبقى الحرية و تبقى حرية و نقفلو و نقفلو و نقفلو القنيتات و كيف تحديدها و نعمل معي نقفلو الأول و نقفلوك و نقفلو شريط الأول و فوق شريط ثالث نقلبه ونقلبه 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 نقفل القناة بين الخارجين ونقلبها فقر خامة ونقلبه وردات مشكلين ونقلبه وشالة خسيقاء داخل وخارج ونقلبه 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 وصفتخص صغيرة ونقلبه كتباتي ونقربه على منقل طرقا يعتقب من السهل حتى الصعيب ولكن يريد أن يتمكن من التقنية لكي يتمكن من التقنية ويكمل خدمته بسرعة تشد وحدة التي ارتاحتي فيها كما قلت أن كل شخص يرتاح في طريقه ويستمر عليها انا احضر القنيتات كمشتها لا أريد أن يكونوا كبارين وتشكلها بحالك وفي النتيجة من بعض القليل لا تحل نجعلهم ينشفون على خاطرهم ونقلهم على خاطرهم ونقلهم على خاطرهم ونتيجة تكون زوينة وخفيفة كما لاحظتم معي نجعلهم ينشفون صورة توضح هنا مرحلة القلي كما يأخذوا اللون الذهبي نعسرهم في عسل بارد وثقيل الحمد لله عندما نتهيت عمليات القلي يأخذوا اللون الذهبي لا تحرقوا لا تحكموا في درجة اللون اللي بغيته لا يكونوا شابين ولكن تحمر كما تحرقوا كما تحرقوا كما تشوفوا رطبها بزاف مقرمشة وهشيشة في نفس الوقتين عند قوامين في قوام واحد وكتكون شاربة العسل المنزلي اللي كانت تقاسمتوا معاكم إن شاء الله يكونوا هانين ننجح في التجارب الأولية استعداد اللي كانت تمنى نفتح قنات اللي يشجعوني عليها البنات باش نتشارك معاكم كلما كان عمل في الوصفات المنزلية معنا نخلع لكم شاشي حاجة كونوا هانين دبابة تتجري بي إن شاء الله يعجبكم هذه النتيجة النهائية كدشي خفيفة وهشة ومقرمشة شكرا لكم على المسابعة وعواشركم مباركة وصحتكم وراحتكم شكرا لكم الفيديو الشامل يعني في مقاطع تبين عنها ومبتدئة في المونتاج يعني كندير مجهود الحمد لله نحن غاعدين نشناك وكروسة إن شاء الله نقدمها لكم أحسن إن شاء الله بريوش محشو بالمربا تواكي جيزوين كيف تحرير قم إن شاء الله من الحلويات الباردة كي يكونوا خفافته ومعية وسهلين في التحضير إن شاء الله نقدمها معكم هذا هو الصوم شكيلة لكنا صوبنا الشكل الحلزون الشكل الهرام كما اشترك في الفيديو ولكن انت اضعت و الشوصون طريقة تقليدية طرطة الكيك بالجازال جزوينة بكريمة الجبن إن شاء الله نقدمها معكم طريقة تقليدية العديد من الحلويات و الوصفات الباردة إن شاء الله يجب أن تصغير الوقت و لا أستطيع أن تصغير الوقت وتشجيع نريد أن أخرج الأسفة الحمد لله سأقوم بتحضير الوقت سأخرج الوقت حتى لا يريد أن يخرج الوقت لا يريد أن يخرج الوقت اليوم أنا معكم كل صراحة لا نستطيع أن نصل أخوات لقنوات سابقيني ما شاء الله أولفوا وعارفين مع المناسبات سأكون أنا وحدة وحدة باقي هنا سترى معي وحد الفيديو لا نزلتو لأنه كان مشالي وحد المقطع منه مهم ومشالي وقلت لماذا سيبقى عندي لا نضعه خناقص لماذا هذا الفيديو سيكون بحل كواليس العمل في الفيديوهات التي كنا نتقاسم معاكم انتم مشيتون من الأول سنخر هذه مسمنة عمرتها كبيرة بالشحمة كانت تقدمت معكم مسمن مربع صغير وهذه قدرتها كبيرة ولكن في الأخر مقاطع يعني من نفس العجن المسمن وما قدتش نضعه وجاءت الفرصة أنه مدم اليوم مصاريحة معاكم لتعرفو كيفاش يعني كم مبتدئة نكون صاريحة من الأول يعني شعبية ما حشم انتش شي حاجة الحمدو لله يعني اتناني لا يتعلم المستحي والمتكبر الحمدو لله اتشي ما فيناش يعني كما شتوع جينا دي المسمن عادية ونفس المقادر دي الحشو ولي كنا استعملنا في المسمن المربع دي الشحمة تماما هو غيناية كنت بغيت نديره زعمة كبيرة بدك طريقة تقليدية لي علمونا والدينا وذلك شي ومهنا تنسلم على ويدة ديالتي تنقول لها البوجور ديالك تبارك الله عليك علمتينا وكبرتينا وتنفعنا من يديك من هذا الشي يعني كل شي كتشوفي دابا في الخلاف ان شاء الله تفرحي بي وتفرحي ببنياتك ووليداتك كاملين ان شاء الله هاد شي اللي كان يعني اي حاجة اي بنت ولا اي واحد كيستمر في المسا دياله الا وراح شي ناس كيشجعوه الوليدين كنشكر منها كنشكر الام ديالي بزاف اللي ساعدتني يعني والوالدته هوية ساعدني بزاف تشجيعي سواء معناوي ومادي علش الله بجوجهم يعني الوالدين تاشفق الراس كنقول لكم هنا أبرافو عليكم واتبارك الله عليكم ربيته وهاد شي اللي كتشوفوا قدامكم يعني رها نتيجة ديال تربية ديالكم وتشجيع اللي طيتوني هاد شي اللي كتين هادا بفضل يا ربي يعني الحمد لله ومشي غي انانا نحضر بنيابة على جميع اي بنت لايخي اللي يكون والديكم والديكم هاد شي اللي بريت نقول تشفوا قرصنا صراحة الحمد لله ما جينا ما جينا شو تعلمنا كنا ما نعرفوش نقول لك كانت دراسة كنا كنا نعرفو غد دراسة وكانوا والدينك يقولنا غي قرأ وقرأ 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 لكن الحمد لله كل حاجة بالوقت ديالها قرأنا تعلمنا جاء الوقت او تاني ديال المطبخ سبحان الله انا كنت في هذا المجال العلمي مئة بالمئة متخصصة في الكيمياء يعني دراست دراستي وصلت يعني اوحد المستوى يعني في العلوم ولكن في الاخير نقلب كله الى الكن ارجعت كان هو المطبخ بشكل كبير يعني كنت نقول لاش انا كنت كنت نقرأ العلمي ومشيت في الكلية تخصص ديال الكيمياء لاش قلت انا كنت كنت نهل ولدرت الفندقة ولكن ذاك شي مكاتب ولكن بقيت سبحان الله في نفس الاتجاه ندرت تخصص كيمياء في الكلية كنت نخدم غير في اللابوراتوار وشنا هو اللابوراتوار سبحان الله يكون خاص بالتفاعلات بالقياس بالقرام بالسفت الحويج واللابوراتوار يكون عنده مكان يعني كله بزليج يعني هذا كره بالنسبة لي مطبخ وسبحان الله هذا الشي نتقل الى المطبخ انا كان هجبني المطبخ على المطبخ في شكل الدخول دي او الكوزينا يعني بحالة قلت شي شي لابوراتوار صغير انا اي كوزينا فقدرت نقول هدا اللابوراتوار دي اعلى وبالصح النيس لان من الكوزينا كتبدا تضاع كي بدا نقا كتبدا نظافة كتبدا الصحة يعني اي حاجة الناس اللي دايرين بداك الكوزينا تكونوا صحاح من الماكلة اللي كتخرج من المطبخ يعني انا كنسمي الكوزينا هي لابوراتوار مصغر او مختبر مصغر في كل بيت مغربي او في العالم باسري هذا هو يعني الحمد لله ما بعتش من الضومي اللي كنت فيه وسبحان الله يعني الموهبة مبانت حتى الوقت ديالها يعني القيطراتي كان بغي المطبخ خصوصا في مجال الحلوية يعني البارد ما اما كنقولك المجال البارد والمجال السخون هكا تيسمي وصحاب اللي تيخضموا في الكوزينا جربت الكوزينا ولكن ما زعمت عليها لانها صعيبة جاتني صعيبة شوية فالحرارة والبارد عجبني يعني دين كتبقي في البرود مع الناطا مع القجدة مع الكريمة مع التلاجة يعني في البارد صهد شوية انا ما تنصبش عليه هنا كنت يكون لدي كل ميول يعني وخدت تشوفوا معي الفيديو هنا راح انتم ما كانت تعرفوا ورا المسمن كيف الشغالي ولكن كما قلت لكم هاد الفيديو الهدف دياله انا اني نتحاور معاكم كنت بغي ندير لايف ولكن بقي ما عرفتش متمكنش وبحالا نقصتني شي حاجة قلت لاش ما نديرش لايف عن طريق وحد الفيديو اللي تلقو اللي اللي بغت تسمع الحوار كتر من الصورة يعني الصورة ما كانش كتهمني هنا لانه كتعب بلغي فقط على البداية ديالتي في المونتاج وكن اخطافت خليت كواليد كما هي بحال هادرة اللي تنهضر معاكم كانت خير راسي بحال ادير معاكم لايف وكن نهضر بشكل مباشر وكنتمنىش نهار ندير هذا الوقت ولكن دوره في الأوسر ديالتي ما كتسمعنيش يعني كوالصوت ديال الوليدات وكنت كنتمنى كذلك في المونتاج ندير صوت مباشر يعني اشرح مزيان كتر من كندير الصوت مسجل ولكن ما كتسمعش لي للأوسر ديالي لعنوتي الوليدات تبقى بغوتو تعرفوتي يلعبوه هذا ويمكنش نقول كل واحد تسكوت ولا سكوت انا بغى نديرش حاجة كنبغيها خصني نحتارن حرية الاخرين يعني انا بغيت نديرش حاجة خاص الحرية ديالتي تبقى عندي انا ما نقولش لهذا سكوت ولا سيرا انا كنصور ولا سكوتها ولدي ولا سكوتها بنتي انا ما كان قدش تخسروا لي المونتاج لا عنده احد اللي ما حبت يروح الحاجة يقضيها بش حاجة اللي بغاها صافي وباقي الاسرة رأتها هي عيش حياتها وهذاك شي يعني كل واحد كيفاش هذا هو علاش كندير الصوت المسجل وكما شتو كنشي فيديوهات بحل دابة هذا انا ما قدرتش نحطوه في اليوتيوب لانه زوين كامل مزيان غين قسلية في وحد المقطع وهكا طبعي انا ما قدتش نحطوه لانه ما كاملش قلت صافي ايام الله طويلة ما نحنا نضاربين ما نحنا ايام الزربانين بلا شو بشو غي انا يلا باديا وغادا هذا الشي اللي كاين يعني واحد دايما يشوف غي احدا ما يشوفش بعيد اه يشوف بعيد شوف الطوم واحد يالك فين بغا توصلي ولكن فش تكون يلا باديا ما تشوفش في الدرجة العاشرة شوف الدرجة التانية انت في الدرجة الاولى شوف الدرجة التانية وخل بنات سابقينك اولا انك هنضارب صفاعة ما في اي دومين الناس سابقينك وواصلين شوف في دايما اه شوف فيهم فين وصلوه باش تتطمحي لذلك المستوى ولكن بقي في الدرجة اللي انت فيها وفكر في الدرجة اللي تابعها فقط باش ما تطيحيش وتتعكلي وتمشي خاسرة كل شيء انا كنشوف القناة وط برك الله ما شاء الله مجتهدات حادقات غادين مع المناسبات نهار الحلوان نهار رمضان نهار هادي هادي انا مقدرش نواكب الامر يعني كنت قاتل ولكن الحمدول الله كنلاحظ وانتو ماتتو مشوفوا لك انتو تشاركوا معي التعاليق او لا اه شي حاجة كنبعد الاخوات كتبوا لي التعاليق في الفيسبوك كنجيهم قريبة تنقول لهم لا كتبهم لي في القناة باش الناس تهم يشوفوا التعليقات ديالكم وانتسافدوا كتير يعني ما كنش باقي الاخوات اللي كيمشوا الفيسبوك وتيقرأوا التعليقات وهاتش تنقولوا تنقولوا ملك سمشي تعليق هنا راه ما تخلي وش الفيديو خاوي لأنه من الاحسن الاخوات كيتشجعوا تيشوفوا كدرتي وحد الوصفة تيتشجعوا اه جربة هادي ناجحة كيتشجعوا كيكسبوا معايا في الفيسبوك تيفرحوني تنقول لهم التعليق مرحبا بالفيسبوك بالانستغرام هذا ولكن متنسوش اليوتوب راحي تنجيون قريبة تنجوبهم تنكون نخدمها في الفيسبوك في الانستغرام هذا الشي علاج ولكن مش مشكل كل شي مزيان ومسخة يعني تيسجيلوا مساكن تيعطوني تعليقات زوينة مشجعة وهادي كرة تحفيز لي ولكم الأجر يعني احنا هكتا نتعاونه كل ما طيبة ارات حسبات لك أجر كيف ناخدها كيف ما ناخدهاش تقيدات عليك حاجة زوينة يعني هادي ما تمشيش وهذا المسيم منها هادي ما شاء الله خدمتها ودك الشي يعني على الحقه وطريقها جزوينة يعني كونشي كعرف هادي المسيم منها هادي ما غنتسماش خرجت على الموضوع لأنني الموضوع كيف قلت لكم منبول لولا حديته مغزل ومباشر معاكم ربما تقدر تعرفوا علي بشكل قريب من هنا وجهز ما شاء الله مقالبشا ورطبة وخصصا انها بالشحمة رائعة أحد شي اللي بغيت نقول لكم يعني الواحد ما عمرو يقول لي را ما نقدرش نصل لحد الحاجة بحال دبا أنا ما عمرني كنت فكر غن ندخل ندير قناة وغن نقتاسم مع الناس ذاك شي اللي كنعرف ولكن سبحان الله ما جاتش الفكرة غيهكك هادي غنقولها لكم بكل صراحة يعني هو دست من مجموعة من الخطوات سافي تعلمت 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 نفس ديالك سافي نفسك تقهمات قنعت عيد ما بقيت ناخد عيد ما بقيت ناخد سافي اش ما بقيت ناخد سافي اش بقيت ناخد ما زال خصني نولي نعطي سافي خصني نولي نعطي هذا هو مني جاتني أنا الفكرة هو خاصنين دك شلي كان عارفو يشوفوه الناس قلت بديت بيسبعدة بالفيسبوك ومشيت لانستاغرام صافي عمرني فكرت في جهاتي اليوتيوب نيائيا ولكن سبحان الله هنا في انتي بدان نيفو غدا وكي طلعتها تقولي الفيسبوك دست منه يعني انسان بطبعه تيطمع للمزيد هاك خلقنا ربي ولكن الحمدلله يجي دك الطامعي في الحجز وين الحمدلله ما فيناش حنا الحمدلله دك الطامع الخيب ولا شو هذا إلا كان طامع في العلم مرحبا طامع في العلم مرحبا سبارك الله طيب سوجة غزالة غتقولي ليش ما تحتسيشين الفيديو هاداك الشي ولكن الله غالب كل واحد الطمع ديانو سبحان الله كان مشالية منها واحد المقطع ده باغا نقدم معكم واحد لامسيمنة بريستيج حلوه نختم بها الفيديو قسم بها الفيديو إلا عجباتكم وبغيتم ندير لها فيديو مستقل بوحدها إن شاء الله بش نديرها معاكم كتجيها إلا تقدموها في العيد أو لا في أوقات شرط شي سلام عليكم أهلا وسهلا بكم من جديد في قناة حلويات موني اليوم سنقدم معاكم ممسيمنة أو لا فطيرة بشكل زوين وراقي يعني انتستعملوها في نهار العيد إن شاء الله كتجي زوينة في شكل ديالها خفيفة مقرمشة وهذه المسيمنة غن تكون حلوة إن شاء الله غنعمروها بكريم باتيسيير يعني كتجي مقرمشة ومعلقة بالكريم باتيسيير ونسقيوها بالعسل اللي كيزيد يعطيها ديك التعليكة وديك البنة زوينة كيجوا طبقاتها مفرزين والكريمة كتجي الوسط كما كتشوفوا معايا في الأخير إن شاء الله غنخليكم الصوت المباشر ديال القرمشة ديالها فبسم الله نشوفوا المقادر وطريقة التحضير غنحتاجوا 400 جرام ديال الدقيق الجيد خاص بالحلويات مع القا كبيرة ديال السكر السانيدة مع خنيشة ديال فاني ان اسمه بلوفاني الملح حسب الضوق ونصف خميرة ديال الحلوة يعني ربعة جرام مع القا كبيرة ديال الخل ومع القا كبيرة ديال الزيت النباتية العادية وثلاثين جرام ديال الزبدة يعني واحد مع القا كبيرة والماء الكافي اللي غنجمع به هاد العجين هنخلطوا كل شي في دفعة واحدة مع عادة الزبدة حرارة المطبخ هنخلي واحدة الاخير باش ندمجوها كثيرا ديال ليونه وديك رطوبية ديال العجين في الاخير هنا الماء دخلت لي مئتين ميلي لتر ديال الماء وانتوما لحسب نوعية دقيقنا عنكم كندلكوها بشكل جيد لكنا غنستعملها مباشرة لكنا غنستعملوها على تيسع نخدموها غيشوية ونخليوها في بلاستيكة ترتاح لا خطرة وكنا تطلق تكون القوام ديالها ديال المسمن يعني العجين المسمن ما فيهاش مكيش اختلاف خليوها ترتاح بلا ما وجدنا المكونات الخرى هنا بينما ارتحت لي العجين قسمتها القويرت اعطتني 14 كورة من وزن 40 قرام سناخد فقط سنستعملوا كطبقة سفلة و سبعة ديال الكورة سنستعملوا كطبقة علية بالنسبة للتالي الكورة سنستعملوا حاجة اخرى كانت تبقى عندي حشو ومالح سنستعملوا فيهم التوريق نحتاجوا للنشا كي يتمكنوا نتيجة جيدة والزبدة الكافية المدابة والزيت النباتي العادي سنستطوبها العجين و سنستعملوا كثيرا و سنستعملوا كثيرا اخذت هذه الفكرة من الفيديو التي قسمت معكم في الفطيرة الإسبانية كي يسهل العجين و سنستعملوا الحشو بالكريم باتيسيا التي توجدت معكم في الفيديو سنستعملوا بنفس طريقة بنفس المقادر سنستعملوا كمية قليلة و سنستعملوا كوك و سنستعملوا زوج الهند كي يأتي الحشو اللذرنا مع الكوك مع الكريم باتيسيا فبسم الله نضع الورق المطبخ قطعته في 25 سنتيمتر على القياس المول و نبدأ نبسط الكورات بشكل مزيان حتى يبدو سطح العمل تكون رقيقة سوف نرى الفائدة لذلك الورق لذلك التقنية و ستعجبكم بثاف لأنك تجعلت العجينة بأريحية لا تقطع لك و تحكمي فيها كيف حزيتها و حطيتها مباشرة و من الجانبات نطلع فيهم العجينة ماشي موشكين في الآخر سنستعملوا الزيادات كاملين سنستعملوا سنستعملوا بالزبدة المدابة و مباشرة كالرش بالنشا كمية قليلة يمكن أن تفاده لا يستعملوا لذلك الكورة الأولى سنستعملوا كما قلت سنستعملوا في الطبقة السفلة و السبعة في الطبقة العليا والوسط ستكون كريم والرقص سنستعملوا بكل سهولة لذلك 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 سنستعملوا كوكا لذلك لذلك إذا كنت متابعة جديدة فمرحبا بك في الاشتراك و شوفي الفيديو و تفهمي القصد من تقنية الورق المطبخ مع العجين سوف نعود نفس الفكرة سوف نرش بالزبدة المدابة هذا يلك تجعل الورق من بعد في الطهي يتنفخوا و يبقوا محلولا و ننشى نستمر بها الطريقة حتى نكمل أربع طبقات كما تشوفوا و دائما ندهن فوق الورق بالزيت و يتحيد بسهولة كجيزوين هاد المسي منها هاد يعني كفكرة ان شاء الله نهار العيد اللي يدخلوا عليكم الصحة و السلامة في الوجبة الافطار ولا في القوت داي كل واحد حر وقتاش يقدمها كنهزها بسهولة و كنوضعها و قبل ما نحيد الورق المطبخ ننقذها و نشوف الجانبات فين جاو و نتأكد بأن كل شي جاف بلاسه نحيد ورق المطبخ نتأكد بسهولة نتأكد بسهولة نتأكد بسهولة نقطع بسهولة لن يكتشتخلين نحتاجوا لتحول القرمشة لكل جزء و المطبخ نتأكد بسهولة نشارك معكم في فيديو السابق نخلطه مع الكوكو كي يجي هائل كي يجد تقربشك يزيد من ضد دياله كان وضع الكريم باتيسير في الوسط أنا استعملت كيغي كيمياء قليلة ممكن لابغيتو تجيع عامرة لكم الحرية أنا كيعجبني حاجات تكون مقدادية يعني في الأكل خفيفة يعني كيبقى هاد الحلو أي حاجة هادية الفكرة كان بسط بلا ما نوصل أطراف ديال القطر أو المولي عندي باش نخلي العجين فين يلسق مع بضياته وحتى الحشو ميخرش يعني في الفرن يبقى غل الوسط كان نحيد كان كيما كنت لكم غا نحيدو ذوك زوائد ديال العجين وهذاك الشي اللي يبقى ليه باش نتأكد بلان الحشو بيبقى الداخل غا نلمطغي شوية لان العجين عندي رقيقرة ما غيأترش يعني كل شي كي يتقرمش كل شي كي يتابره غيجي متجانس يعني كل شي غيكون متوافق مع بضياته كنكمل الضارة سافي نضوص بحاله دائما نساعد بالزيت باش ننقطع العجين وساعد القرية كنت لكم نفس طريقة واحدة فوق واحدة ودائما نقار واحدة نورق بالزبدة المدابة وبننشا حتى نكمل سبع طبقات العليا كاملة سافي سوف ندر التقنية البسطية لكن ما كن بغو نلمطه البسطية يعني خاص ندير الفينيسيون وزوين باش ندير المسيمنة وعندو حد الشكل في الجانبية تزوين يعني ما نخليش الكريمبين في الواسطة ولا خارج من الجنابي يعني كنلعبو هاتش يعني الفينيسيون نساعد بالسكين باش نهز التحت ديال القرية ديال العجين ولا المسمنة ونجد اليد اليسرى كان لما طبيعها كان ندخل العجين اللي عندي الفق كان ندخله في السحت يعني نفس الفكرة اللي سنديرها في البسطيلة هاد المسيمنة هاتي كتجين تمرك الله بحال البسطيلة تماما يعني ممكن تستعمله في حشو مالح ولا في حشو حلو كما درس معاكم اليومه يعني الحشو حسب الاختياء كان نبسطها مزيان كان نهبط شوية ونندهل الوجه ديالها بالزبدة المدابة باش تحمر في الفرن ونعطاه واحد الشكل سنقطعها انصاف ثم اربع يعني نقسمها على اربعة ثم على ثمانية وعطا على ستاش يعني عندكم الاختيار كيفاش بغيتوا تقدموها بغيتوا تقدموها كامو ثلاثة كبار مرحبا بغيتوا تدور كيم مدرت انا حيث انا عزيز علي ان عندي الفكرة دي المبدأ دي البوفي هذا هو اللي كعجبني انا يا في طاولة الاكل كن واحد ياخذوا واحد المورسو صغير تيزهم علي هذا وعلا شكندي حيث انا بدل احيان كتصو بي احد الحاجة وانسان تتقهم يعني ما تقدرش يكمل ذلك ما كان بغيش انا البقايا تبقى يعني كهز طرف انه موجبار يكمله انا كملتها يجيو حد الشكل زوين غندهنها بالزبدة وندخلها خمزين على ميتين درجة نخلى عشرة دقيقة حتى تطلع معادي الصهده ومن بعد نقص حتى ال 160 درجة باش تقرمش وتاخد ذلك اللون الجميل هادي القاعدة التي سنستخدم انا في الفورن ستكونوا تعبتم من هذا النصيحة كما تشوفون مقارن المشاخ خارجة وهي بقى سخونة مباشرة سنسقيها بالعسل حتى نعمرها مزيان ومن كتشرب كنزيد او ثاني نعمرها بالعسل كتجي هائلة شوفوا ما شاء الله النتيجة هي هادي كتجي محمرة وشاربها العسل معلكة بالعسل وكتزيدها تعليكة مع ذاك الحشو ديال كريم باتيسيار يعني كنو حتى ناغم بالمكونات يعني نتيجة راقية ان شاء الله تستعملوها تفرحوا بيها الأسرة ديتكم الصغيرة والكبيرة وتقسموا ان شاء الله الفيديو مع الأصدقاء والأحباب اللي عجبكم الفيديو ان شاء الله اللي كانت هاد المسيمنا تستاهل ما تبخلوش عليها باللايك ولا بالتعليقات زوينة كتجي مورقة كما تشوفوا التوريق راباين كتنفخ وكترتافع يعني بدك النشاك يساعدها وذيك الزبدال اللي عملنا وذيك التوريق ديال المسيمنا ورقنا كل الكورة بشكل جيد كتجي هائل ان شاء الله نخليكم كما تشوفوا كتجي مقرمشة يعني مقروشة نقدم جميع المصطلحات اللي كتتعبر على انها تستحق انها مقرمشة مئة في المئة هنا كنتبقى ما واخداش الصور ما بغيتش نضغط لكم الواسط حتبقى ما كنتش واخد السور اللي غان نستعن بها في الاخير غان نخلي لكم نقطع معاكم طريف وغان خليكم الصوت المباشر بشتشوفوا القرمشة لأي مستوى كينة كما تتسمعوا معايا ان شاء الله معلقة ومقرمشة ورقة على اختها نديدة وخفيفة بصحتكم وراحتكم نتمنى ان الفيديو اليوم ينال اعجابكم وان شاء الله غاي ينال اعجابكم وتجربوها في ديوركم وتنسوش دائما ضغط على زر الاشتراك واجرس بس يوصلكم كل جديد واشركم بركة ومع السلامة في فيديو لاحق ان شاء الله انظري انظري اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في التعليقات على القناة او في المواقع التواصل الاجتماعي اراني ندلي المونتاج دياله بوحده ونحطه في فيديو مستقل يعني هكي سهل عليكم يعني ما يكون فيه ديك عشرة دقيق او لتناش غي قلت انه ختامه هميس نختمها بوحد الفيديو يكون موشهي ويكون زوين يعني كتحفيز وصلت الى الهناية مرحبا رغت تبعي الفيديو تفرجت الى الهناية الدنيا هاني عليكم الحرية احنا كنا نستفده هذا هو فاتبارك الله عليكم وشكرا لكم و الى فيديو لاحق ان شاء الله مع السلامة